بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عزائي الطلاب والطالبات أرحب بكم في دروس وأقدم لكم درسا جديدا للصف الثالث الثانوي في الفصل الدراسي الثاني لمادة الكيمياء موضوع الدرس والتحليل الكهربائي لماع البحر والتحليل الكهربائي لأكسيد الألمنيوم وتقنية الخامات عدد درس يقدم محدثكم ناصراني سنتعلم اليوم نصف التحليل الكهربائي لأكسيد الألمنيوم عن طريق مركب البوكسايد نصف تنقية الفلزات وذكر أمثلة عليها نصف تفاعلات الأكسدا والاختزار التلقائي في الخلايا الكاروكيميائية نقارن التفاعلات الانتبطة مع التحليل الكهربائي لمصهور كلوريد السوديوم ما هي أكبر دولة منتجة المياه المحلاف العالم؟ نعم أكبر الدول التي تنتج مياه محلاف العالم هي المملكة العربية السعودية نبدأ الآن بالتحليل الكهربائي لماء البحر طبعاً ماء البحر يحتوي على أملاح كما تعلمون وأكثر الأملاح متوفرة في ماء البحر هو كلوريد السوديوم هو كلوريد السوديوم فيتم تحليل كهربائي لماء البحر أو يتم تحليل ماء البحر بواسطة التحليل الكهربائي بواسطة التحليل الكهربائي كما قلنا التحليل الكهربائي هو عكس الخلية الجلفانية بحيث أن أي تفاعل لا يمكن حدوثه شكل طبيعي لم يستطيع أن نعمله بواسطة التحليل الكهربائي وكما هو موجود في الخليل الجلفاني لابد من توفر الكثد والأنود ولابد من توفر الموصل طيب لما نأتي للتحليل الكهربائي لماء البحر فإن نواسي التحليل الكهربائي يوجد احتمالين أو احتمال حدود تفاعلين عند الكثد التفاعل الأول هو اختزال آيونات الصوديوم والتفاعل الثاني اختزال آيونات الهيدروجين في الماء لاحظ هذا هو الكثد وهذا هو الأند الموصلة بالتيار الخارجي طبعا من هنا يدخل ماء البحر ماء المالح ومن هنا يضاف ماء في بعض الأحيان ويخرج الماء قليل الملوحة من هنا وتخرج المنتجات في ماء البحر من ثلاث طرق أو ثلاث النواتج يتم إخراجها المادة الأولى غاز الهيدروجي التي تنتج عند الكثد وتصعد إلى الأعلى وغاز الكلور الذي ينتج عند الأند ويخرج أيضا من هذه المنطقة العليا لأنها غازات أما هيدروكسيد الصوديوم فإنه يخرج من طريق الأسفل لأنه في حالة محلول إذن نقول أنه يوجد احتمال حدود تفاعلين عند الكثد الأول هو اختزال آيونات الصوديوم والثاني اختزال آيونات الهيدروجين الموجودة في الماء طبعا اختزال الصوديوم بأنه يكتسب الكترون ويتحول إلى ذرات صوديوم والماء إذن يعخذ الالكترونين ويتحول إلى غاز الهيدروجين الماء يأخذ الالكترونين ويتحول إلى غاز الهيدروجين والهيدروكسيد طيب أيهما يحدث ولماذا طبعا آيونات الصوديوم لا يحدث لها اختزالا بسبب أن اختزال آيونات الهيدروجين في الماء أسهل حدوثا يعني هذا التفاعل لا يحدث لأن اختزال آيونات الهيدروجين هو أسهل اختزال آيونات الهيدروجين هو أسهل حدوثا هذا عند الكثد أما عند الأند فأيضا هناك احتمال تفاعلين عند الأند الأول هو تأكسد آيونات الكلوريد والآخر هو تأكسد آيونات الأكسجين في جزيئات الماء فأيهما يحدث هذا تأكسد الكلوريد ليتكون غاز الكلور وهنا تأكسد جزيئات الأكسجين أو الأكسجين لتحول إلى أوتو الماء طبعا الناتج المرغوب فيه هو الكلور فإن تركيز آيونات الكلوريد تبقى مرتفعة إذن هو الذي يحدث هو تأكسد الكلور تأكسد آيونات الكلوريد لتحول إلى الكلور إذن هذا هو التفاعل الذي يحدث عند الأند إذن عند الكثد يحدث تفاعلين وعند الأند يحدث تفاعلين لكن هناك احتمال لحدث التفاعلين لكن الأكيد هو أن تأكسد آيونات الكلوريد هو الذي يحدث عند الأند طيب لماذا آيونات الهيدروكسيد لا يحدث لها تأكسد طبعا بسبب أن تأكسد آيونات الكلوريد أسهل حدوثا لذلك يحدث تفاعل أكسد التلكسجين في جزيات الماء لذلك لا يحدث تأكسد الأكسجين إلى في جزيات الماء إذا الذي يحدث هو التفاعل الأول وهو تأكسد آيونات الكلوريد وتحولها إلى غاز الكلور التفاعل كل الخلية بعد ما نجمع هذه التفاعلات هذا الأول الذي هو تأكسد آيونات الصوديوم اختزال آيونات الصوديوم واختزال آيونات الهيدروجين وتأكسد آيونات الكلوريد وتأكسد آيونات الوكسجين عندما نجمع هذه التفاعلات الأربعة تعطينا التفاعل النهاي الخلية بعد حذف بعد حذف الإلكترونات من الطرفين وحذف المتشابه يتبقى لدينا H2O من هنا والن ACl بالإضافة إلى H2 والCL2 والن OH إذن تحليل ماء البحر النهاي سيتكون ثلاثة نواتج كما قلنا سابقا هو غاز الهيدروجي وغاز الكلور ومحلول هيدروكسيد الصوديوم قلنا أن الهيدروجين والكلوري تصاعدان إلى أعلى لأنهم غازات ويتم تجميعهم أما هيدروكسيد الصوديوم فيخرج من هذا الطرف لأنه في حالة محلول فالتحليل كارباهي لماء البحر أنتج ثلاثة مركبات H2 والCO2 والن OH والن OH بعكس لما نحلل كلوريد الصوديوم فالناتج هما أثنين هما الصوديوم آيون الصوديوم وآيون الكلور هذا هو الفرق من التحليل الماء الكارباهي لماء البحر ولهيدروكسيد لماء البحر ولكلوريد الصوديوم كلوريد الصوديوم يعطينا ناتجين الصوديوم وغاز الكلور أما التحليل كارباهي لماء البحر فينتج لثلاثة أشياء الأول غاز الهيدروجين والثاني غاز الكلور والثالث هيدروكسيد الصوديم وهذه النوادس الثلاثة كلها ضرورية في العملية التجارية كلها ضرورية في العملية التجارية التحليل كارباي لأكسيد الألمنيوم طبعاً أكسيد الألمنيوم لابد أن نحصل منه على الألمنيوم فلماذا كان فرز الألمنيوم ذاقيمة أكثر من الذهب قديماً لماذا كان الألمنيوم قديماً أغلى من الذهب نعم لأنه لم يكن أحد يعرف كيف ينقي الألمنيوم بكميات كبيرة لم نكن نعرف الطريقة التي نستطيع من خلالها تحويل مركبات الألمنيوم إلى ألمنيوم صافي لكن قام شارز مارتن هول بتطوير عملية إنتاج بتطوير عملية إنتاج بتطوير عملية إنتاج الألمنيوم بالتحليل الكهربائي واستعمل لذلك الأدوات التالية يعني هذه الطريقة التي قام بها مارتن هول هي طريقة جديدة في ذلك الوقت حصل من خلالها على الألمنيوم بطريقة سهلة هذه الطريقة استخدم فيها بطريقة بداية استخدم فيها الكير للحصول على الحرارة والكير هو آلة الحدادة الآلة التي استخدم في الحدادة لتسخيب واستخدم بطاريات منزلية لحصول على الكهرباء كما استخدم مقلات للحصول على الأقطاب اللي هي مقلات البيض للحصول على الأقطاب هذا كان الأدوات التي استخدمها مارتن هول في طريقة الحصول على الألمنيوم من خلال التحليل كهربائي وهي الحصول على آلة الكير اللي هي آلة الحدادة والبطاريات المزلية والمقلات أما اليوم فيتم الحصول على الألمنيوم بطريقة هول هيرليت من التحليل الكهربائي لأكسيد الألمنيوم المكرر من خام البوكسايت طبعا خام البوكسايت L2O3 أكسيد الألمنيوم المائي هذا الأكسيد يحتوي على جزيئين ما هذا يسمى البوكسايت تجاريا يسمى البوكسايت هذا المركب يسمى البوكسايد ومن خلاله قام هول هيرليت بالتحليل كاربائي لهذا المركب فكيف قام بذلك أذاب أكسيد الألمنيوم اللي هو البوكسايد عند ألف درجة مئوية طبعا درجة حرارة عالية جدا وتسهيل عملية الصهر وتقليل كمية الحرارة المستخدمة لأنها طبعا صناعية نحتاج إلى أن يكون المنتج رخيصا فأضاف إلى هذه العملية أضاف مصهور الكوريوليت N3 ALF6 هذا المركب عند صهره أيضا يساعد في ارتفاع درجة الحرارة بحيث يتم صهر هذا المركب إذن نحتاج لصهر هذا المركب إلى درجة حرارة عالية استطعنا الحصول على هذه الدرجة الحرارة عالية من خلال رفع درجة حرارة إلى ألف درجة مئوية وإضافة مصهور الكوريوليت ليساعد على رفع درجة حرارة وهذه هي خلية التحليل كارباي التي تمت لهول هريوليت لاحظوا لدينا كثد كما تشاهدون في الصورة يحيط بالأنود الموجود عندنا هنا هذه الأنود الأعمدة الأنود إذن كثد في صورة بطانة من الكربون بالإضافة إلى وجود الأنود وهو عمود من الكربون داخل البطانة من الكربون الكثد ثم نوصل التيار الكاربايي بهذه الأقطاب من الخارج مصدر من طاقة من الخارج طبعاً طاقة عالية كاربايية حتى ترتفع درس عرارة ولذلك يجب أن تكون مثل هذه العملية قريبة من مصدر الطاقة عند إمرار التيار الكاربايي طبعاً يوجد داخل أعمدة الكربون يوجد سائل هو مصور عبارة عن أكسيد الألمنيوم البوكسايد المذوب في الكريوليت المذوب في الكريوليت عندما تمر الكاربا يحصل صهر لهذا المركبات وتسحر عالية فيتكون مصور الألمنيوم في الأسفل طبعاً نتيجة أنه عنصر الألمنيوم في هذا المركب اللي هو أكسيد الألمنيوم يكتسب ثلاثة إلكترونات ويختزل إلى الألمنيوم ويختزل إلى الألمنيوم وعند الأند اللي هو الكربون تفاعل مع آيونات الأكسجين مكوناً ثاني أكسيد الكربون عند الأند فهذه هي تفاعلات خلية هول هيريوليت التي يستخدم فيها استخدام التائيل كاربا يكسيد الألمنيوم للحصول على الألمنيوم الكاثد فيها قلناه عن طبقة من الجرافيت أو الكربون تغطي الخلية وتختزل آيونات الألمنيوم في هذا المكان طبعاً عندما تخزل آيونات الألمنيوم يتحول إلى الألمنيوم وينزل إلى الأسفل حيث يتم سحبه من خلية التحليم كما أن المعادلة هي آيونات الألمنيوم الثلاثية تكتسب ثلاثة الإلكترونات وتتحول إلى الألمنيوم ويتم جمع الألمنيوم من الأسفل أما عند الأند فإن أصابع الجرافيت أو الكربون المغموسة في مصهور أكسيد الألمنيوم والكريوليت تتأكسد آيونات الأكسجين عندها لتنتج غاز الأكسجين لتنتج غاز الأكسجين كما وظائر في المعادلة 2 أو سالب 2 تعطيني أون 2 زائد أربع إلكترونات لكن ارتفاع درجة الحرارة هذا يؤدي لتفاعل الأكسجين الناتج مع كربون الأنت يعني نتيجة الحرارة العالية وهذا الأكسجين الذي يخرج وهو ساخن جداً يؤدي إلى أن هذا الأكسجين يتفاعل مع الكربون منتجاً ثاني أكسيد الكربون وهذا ما يجعل هذه القطبان أو هذه الأعمدة يحصل لها تحلل فتغير يعني هذا هو سب تغييرها أنها تتفاعل مع الأكسجين الناتج من عملية فقد إلكترونات لأيونات الأكسجين وبالتالي تتفاعل مع الكربون وهذا تغير هذه الأقطاب من الكربون كلما مر وقت لأنها تتفاعل مع غاز الأكسجين مكونة ثاني أكسيد الكربون كما تشاهدون في هذه المعادلة سي زايد أوتو سالف دنيا تعطيني سي أوتو تدريب يذاب أكسيد الألمنيوم الألمنيوم عند ألف درجة مئوية في مصهور الكريوليت الطبيعي نعم الأختيار الصحيح نعم الأختيار الصحيح هو B الكريوليت الصناعي نعم الكريوليت الصناعي ممتاز ننتقل الآن بعد ما أخذنا عمليات التحليل الكهربائي للماء البحر ومنتجاته الثلاثة ثم التحليل الكهربائي للألمنيوم ننتقل الآن إلى تطبيقات التحليل الكهربائي تطبيقات العملية التحليل الكهربائي ومنها تنقية الخامات إذن تنقية الخامات هي عبارة عن تطبيق عملي للتحليل الكهربائي إذن يستعمل التحليل الكهربائي لتنقية الفلزات ومنها النحاس إذن تنقية الخامات المقصود بها تنقية الفلزات هذا تطبيق عملي للتحليل الكهربائي يوجد النحاس في الطبيعة على شكل خامات كثيرة طبعا خامات المقصود بها مركبات تحتوي على النحاس منها كالوبرايت سيو ف اي ستو مركب يحتوي على النحاس والحديد والكبريد الكالكوكسايت وهو مركب يحتوي على النحاس والكابريد CO2S طبعا ممكن نقول كابريديد النحاس ممكن نقول CO2S والملكايت CO2CO3OH2 هذا الكالكوكسايت ممكن نطلق عليه الكابريديد النحاس هذه أمثلة على مركبات تحتوي على النحاس وهي موجودة بشكل طبيعي فمن خلال عمليات تحليل كارباي لهذه المركبات ممكن نحصل على النحاس تنقية أفلزات مثل النحاس كما تشاهدون في الصورة تعد الكابريديد CO2S أكثر توافرة وتنتج النحاس عند تسخينه في وجود الأكسجين إذا لاحظوا الخطوة الأولى نضع خلية تحليل كارباي لاحظوا على المصدر التيار الكارباي وهنا الفلز غير النقي اللي يحتوي على الكابريديدات مثلا وهنا فلز نقي وهنا محلول يحتوي على آيونات الفلز فعند مرور التيار الكارباي يتحل الفلز غير النقي ويتحول إلى المحلول ثم يترسب على الفلز النقي لاحظ بعد فترة لاحظ بعد فترة إذ محل الفلز غير النقي ثم ترسب على الفلز النقي وبقيت الشوائب في الأسفل وتمت عملية تنقية الفلز النحاس من خاماته مثل الكابريديدات اللي قلنا عاب قبل شوي اسمها الكالكو سايد سيو تو اس زايد أوتو تعطيني سيو زايد اس أوتو وبهذا أحصل على فلز النحاس وهو نقي ويلزم تنقية النحاس المستخص بالكارباي لتنقيته من الشوائب أيضا من التطبيقات على التحليل الكارباي الطلاة بالكارباي التطبيق الأول هو تنقية الفلزات التطبيق الثاني هو الطلاة بالكارباي يعني نطل المواد بالكارباي شروط الطلاة بالكارباي يعني كيف يحطي الطلاة بالكارباي لا بد من توفر شروط أولا وجود خلية التحليل اثنين كثد كما هو معروف خلية التحليل وهنا يجب أن يكون الكثد هو عبارة عن الجسم المراد طلاؤه هو عبارة عن جسم المراد طلاؤه وعبارة عن كثد وأند الخلية التحليل الكارباي وهو عبارة عن مادة نقية المراد الطلاؤ بها لاحظوا الصورة هذه المادة المراد طلاوها ونطلي من هذه المادة لن تكون اللون على المادة المراد طلاوها إذن هو كثت إذن المفتاح في هذه الصورة عبارة عن كثت لأنه أرض طلاوه وهذا القطب هو الأند لاحظ هنا الملعقة مادة مراد طلاوها فهذا المادة كثت وهذا الفضة الآن أند عند مرور التيار الكهربائي الخارجي يتحل الفضة إلى آيونات الفضة ثم آيونات الفضة أيضا ستترسب على الملعقة وبالتالي يصبح كأننا طلينا الملعقة بالفضة عن طريق التحليل الكهربائي إذن شروط طلاب الكهربائي وجود خلية تحليل وأن يكون في هذه الخلية الكثت هو المادة المراد طلاؤها والأند هو المراد الطلاء منه المراد الطلاء منه أو به المثال على ذلك طلاء جسم بقطعة نقدية من الفضة أو من الفضة لاحظ الأند هو الفضة والكثت هو الشوكة التي ترونها في الصورة لاحظ تتدفق الإلكترونات نتيجة تحول الفضة إلى آيونات فضة من الجسم المراد الطلاء منه ثم تدفق الإلكترونات عبر البطارية إلى الجسم المراد طلاؤه فهو الآن هو أنكثد ومن ثم تتحول آيونات الفضة من المحلول وتترسب على المادة المراد طلاؤها فعند الأند يتحول الفضة إلى آيونات الفضة وعند الكثد تتحول آيونات الفضة إلى الفضة يعني عند الأند ينزل آيونات الفضة وعند الكثد تتحول آيونات الفضة إلى فضة تترسب على المادة المراد طلاؤها الأند القطعة النقدية المراد الطلاء منها هذه قطعة الفضة والمادة المراد الطلاع منها والكثد هو عبارة عن جسم المراد الطلاع ومثل الملعقة وحيث يتم اختزال آيونات الفضة في المحلول إلى فرز الفضة بواسطة الكترونات فيتكون طبقة رقيقة تغلي في الجسم أي أن الفضة هنا يكتسب الكترونات ويختزل على الملعقة هنا وبالتالي تصبح يكثد يتم الترسيب عليها لاحظ بمرور الزمن هذا سيقل كتلته وبمرور الزمن هذا تزداد كتلته تدريب رقم اثنين تحدث عملية طلال أجسام بواسطة أكسدة آيونات الفضة التي في المحلول إلى فرز الفضة اختزال آيونات الفضة التي في المحلول إلى فرز الفضة اختزال قطب الفضة التي في الأند نعم الاختيار الصحيح هو اختزال آيونات الفضة التي في المحلول إلى فرز الفضة على الكثت اختزال آيونات الفضة في المحلول إلى فرز الفضة على الكثت تدريب رقم ثلاثة عند الطلاب الكهرباء يوضع الجسم المراد طلاعه على الأند أو على الكثت ممتاز على الكثت يعني إذا أردنا طلاع شيء نضعه كثتا في خلية التحليل الكهربائي تقويم يمكن حصول على الألمنيوم بطريقة داون هول هوريليت لبلانك لافوازي طبعا هول هوريليت هي الطريقة المثلة للحصول على الألمنيوم بواسط التحليل الكهربائي فسر اختلاف نواة في التحليل الكهربائي لكله من مصهور كلوريد الصوديوم وماء البحر يعني ما الفرق بينهما طبعا نجد أنه محلول كلوريد الصوديوم أو مصهور كلوريد الصوديوم إذا ما تم تحليل ماء البحر فإذا ما تم تحليل ماء البحر فيتم الحصول على النواتج السابقة اللي هي الصوديوم والكلور بالإضافة لمحلول هيدروكسيد الصوديوم لأن ماء البحر يتم فيه ثلاث نواتج اللي هي الصوديوم وغاز الكلور وهيدروكسيد الصوديوم أما كلوريد الصوديوم فلا يوجد إلا ناتجين اللي هم الصوديوم وغاز الكلور تقويم صف كيفية تتم تنقية النحاس المستخرج من مصهور خامه بالتحليل كارباي طبعا بعد ما نحصل كيف ننقيه طبعا تتاكس الدرات النحاس غير النقي إلى آيونات النحاس هذا أولا نحول النحاس في المركب إلى آيونات نحاس ولكنها غير نقية ثم نختزل هذه الدرات غير النقية إلى آيونات النحاس نختزل آيونات النحاس إلى درات نحاس نقية وتترسب الشوائب بعيدا كما شرأيته في صورة من قبل إذن تتاكس الدرات النحاس غير النقي إلى آيونات النحاس الثنائي ثم بعد ذلك نختزل الآيونات إلى درات النحاس النقية وتترسب الشوائب بعيدا يعني بعد ما تتحول الدرات إلى آيونات نحاس تتخلص من الشوائب ثم نختزل هذه الآيونات إلى درات نحاس مرة أخرى فتصبح هذه الدرات الجديدة ذرات نقية فسر أهمية إعادة تدوير الألمنيوم بالرجوع إلى عملية هول هيروليت طبعا قلنا في عملية هول هيروليت نحتاج إلى ماذا؟ نعم نحتاج إلى حرارة عالية فبإمكاننا استخدام الألمنيوم السابق في عملية رفع درجة الحرارة حيث أن عملية تدوير الألمنيوم أو تحويلها إلى الألمنيوم جديد مرة أخرى لا تستهلك طاقة عالية لأن الألمنيوم هنا نعم فقط سنستخدم الحرارة لصهر الألمنيوم فقط وليس لصهر الخام نفسه إذن نقول تتطلب عملية هول هيروليت درجات حرارة عالية وكمية كبيرة من الكارباء لفصل الألمنيوم من خاماته أما في حين نستخدم التدوير اللي يحتوي على الألمنيوم فيكفي فقط أن نصهر في لز فيتحول إلى الألمنيوم يعني في عملية هول هيروليت لابد أن نصهر ونفصل الألمنيوم من الخام اللي احتوي على أكثر من عنصر بينما في عملية التدوير فقط يكفي أن نصهر الفرز فقط تعلمنا اليوم تطبيقات التحليل الكاربائي وقلنا عندنا التحليل الكاربائي المصهور كلوريد السوديوم في غلية داون وفي ماء البحر هنتجنا ثلاث مركبات مختلفة عن مصهور كلوريد السوديوم طبعا كلوريد السوديوم يعطيني كلور وصوديوم بينما البحر عندما نطبق عليه التحليل الكاربائي يعطينيها ثلاث نواتج اللي هي الكلور والصوديوم بالإضافة إلى هيدروكسيد الصوديوم أما ينتاج الألمنيوم بتركت هوريلات فينتج لنا مصهور الألمنيوم من استخدام البوكسايت والكوريوليت في المصهور ثم استخدام التحليل الكاربائي في تنقية الخامات لتنقية الفلزات من الشواب ثم في الطلاب الكهرباء حيث يتم طلاب المواد بفضة أو ذهب إلى آخره بطريقة التحليل الكاربائي إذن من تطبيقات التحليل الكاربائي العملية تنقية الخامات اللي تنقية الفلزات والطلاء بالكهرباء طلاء المواد بالكهرباء انتهى الدرس تمنى لكم الفائدة وتستطيع التواصل ولمزيد من الدروس عبر العناوين الظاهرة أراكم في درس قادم تصبحون على